اهلا بكم مشاهدي القناة مرحبا بكم في فيديو جديد خاص باخبار المنتخب الوطني الجزائري حيث وصل لعب وسط ندي روما لطالي حسام عوار ظهراء اليوم الى مقر تربص المنتخب الوطني الجزائري بمركز التحذيرات بسيدي موسائنا توصل العنصر الوطنية استعدادتها للمواجهتين الهمتين ضمن تصفية كأس العالم الفين وستين وعشرين ضد كل من غينيا واغندا حيث اجرت العنصر الوطنية ثاني حصة تدريبية لها بالمركز استعدادا كما قلنا لمباراة غينيا المقررة يوم ستة جوان هذا بداية من الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر بملعب نينسون منديلا والمباراة الثانية ضد اغندا المقررة يوم عشرة جوان هذا وكانت الحصة تدريبية بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الذي يسعى لتجهيز الفريق بافضل شكل ممكن لضمان تحقيق نتائج ايجابية في المباراة وتعزيز الصدارة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري وركز بيتكوفيتش على تصحيح الاختاء خاصة الدفاعية منها وتطوير الاداء الجماعي للفريق خلال الحصة التدريبية وسيعمل رفقة طاقمه على تجهيز الفريق بشكل مثالي لمواجهتي غينيا وأغندا اترككم هذه الصور للحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني الجزائري شكرا لكم على المشاهدة الى فيديو اخر بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة